إذن مشاهدين على الرغم من عدم وجود مؤشرات حقيقية حتى هذه اللحظة لوساطة تركية في السودان والتي أشار إليها الرئيس أردوغان ووزير خارجيته شاوش أودلو كما أنه لم يتم تأكيد هذه الوساطة بعد في الخرطوم ولكن وحسب منصة أساس ميديا فإن القيادة التركية تسعى للمساهمة في جهود التهديئة في السودان للحيلولة دون أن يتمدد هذا النزاع وتهديد منظومة العلاقات التركية مع دول القارة السمرى كما أن القيادة التركية حسب الصحيفة تحاول أن تحافظ على مصالح أنقرة الاقتصادية والاستراتيجية التي بنتها مع الخرطوم في العقد الأخير هذه المصالح التركية تتمثل بمشاريع كبرى في مجالات التجارة والطاقة والنقل البحري وأيضا في قطاع الزراعة حين تمددت الأنشطة التركية في عمق الجغرافية السودانية لمسافة تقدر بنحو أربعة آلاف كيلو متر ومع التحولات الحاصلة هنا في السودان نجد أن أنقرة لا مناصة لها من التهديئة وإعادة الأمور إلى نصابها لذا فإنه من غير المستغرب أن تعرض تركيا وسطتها بالتنسيق مع العواصم الفاعلة في المنطقة والمؤكد أيضا أن أنقرة تبذل جهودا في سياستها السودانية الجديدة من أجل تحقيق أمور عديدة أهمها حماية مصالحها الاقتصادية والاستثمارية الطويلة المدى بعد الكثير من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في السنوات الخمس الأخيرة وأيضا إضافة إلى أن القيادة التركية ترى أن السودان يشكل عمقا استراتيجيا لأنقرة في القرن الإفريقي مع امتلاكها أنقرة قاعدة عسكرية في الصومال لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر